سهولك في انستغرام.. اي موش بغيتون من قيصة براكاش ولا هروب من السن؟ بزاف منكم قلت لكم بغيناهم بجوج تكشير لاشهات القيصة دياليوم هاديروهم بجوج و الشيئ فيها براكاش و هروب من السن والحاجة اللي زوقنا في هذا الشيئ هو انهم بجوجهم غادي كونوا ناجحين مولا هم جا ما غادي حسن القيصة دياليوم قيصة على واحد من اشهر المجريمين يعني دا تشوفها في شي فلاسة عادي لأنها قيصة واحد من أشهر المجرمين و قيصة معروفة بزاف ولكن تبقى هزوئنة من القيصة الكلاسيكية الوعرة التي ستسمعها ستسمتها بها في الممدى الفيديو أجبت لكم واحد من الساق جديد هذا المرة اللي اسميتها أولام تريد أنا عارف بزاف منكم و تبغيوا يتداول و تبغيوا يلقوا بزاف دل طرق و تداول و يحاولوا يجمعوا ما بين السيتمار و التداول في الانترنت و أولام تريد ستخليك تديرها تحويج بجوجهم و طريقة اللي هي نقية و سيكوريزة الحاجة المزيانة اللي في أولام تريد هي إنفو تدخل بلاتفورم ممكن تعلم فيها تعطيكم حساب تجريبي اللي فيه فلوس تتعلم وتتطبق ذلك استراتيجيات وتتشوف دروس يعني ذلك شيء شامل كامل اللي ممكن تعلم فيه مثلا اليوم ما لقيت واحد الفيديو هنا في مركز مساعدة ديل أولام تريد ديل الاستراتيجي ديل كيفاش ممكن تداول فيه وهذه واحدة من أبسط الاستراتيجي اللي كانين اللي أنا دابت نشوف مثلا هنا تنحاولوا ندخلهم ديل مئة دولار باش نتداولوه وتنتناو حتى تتقاطع عد الخطوط هذي ومن بعد تنختارو صفقة طالعة مثلا ولا هابطة وهذا شيء تعتامد للخط اللي تدوز من الأخر من الفوق هنا مثلا صفقة طالعة دونك غادي نبرك هنا على أعلى وذا بل اللي خصني ندير هو انتنا دقيقة وحدة وهنا سيبون صافي اللي عندي رصيد كبر اللي هو 92 دولار وممكن تحلوه حساب الجريبي اللي هتلقوا فيه مئة الف دولار ممكن تداولو بيها و تدربو بيها بتاق تأكدوا مراتكم من القدرات ديالكم باش تداولوا بفلوس ديال بالصح غادي تلقاو الكود برومو ديالي في ديسكريبسيون اللي غادي خليكم تأخذو 30 في المئة زايدة من داكشي اللي غادي تدبوزيو في أولامتريد القصة ديالنا ستبدأ في السبعينات مع ألبر سباجياري بوه طالياني ومو فرنساوية تولد في الطاليان ولكن مش صغير الفرنسا باش يعيش فيها طوفو ديالي ودست عادية من غير حاجة واحدة لي تقطب اللي نحن هي بانا عادية ولكن اللي بنسبة لي في الشخصية ديالو اترت عليه بزاف وهي انه قاعد دلاري اللي كانوا تقرؤوا معاه كانوا تتنمروا عليه لان كان مختلف على الدراري اخرين كان طاليا يقرأ في فرنسا في واحد المدينة اللي الاغلبية دي الدراري فيها فرنساويين يعني ماشي من القصة المختلفة ولكن فرنساويين وعندو كنيام مختلفة اللي هي سباجياري اللي في شكل والدراري كانوا تضحكوا عليه بها وكانت على طوله سباكيتي تيبان هادشي هكا حامض علاش هادشي قد يأثر على هادري صغير ولكن هادري صغير اي حاجة تأثر عليهم وهادشي كان عدو واحد لنا قد كبير بزاف في الحياة ديال الالبير ولي خلاله من الصور ديالله يحس بالنقص ويبغي يتبت الدات ديالله ويبين راسو بانه شي حد مهم وهاد القادية تبقى معه من الصور ديالله حتى غادي يكبر وهادشي غادي يتشوفو في هذا القاس حتى غادي يبين راسو بانه كاين ويتشوفو لنس كاملين يدير بزاف ديال الحوائج في حياته منهم غادي يكون مع البراشيوتيست ديال فرنسا ديال الجيش غادي يخدم معهم واحد المدة غادي يكون مع واحد المدة سرية ديال اليمين المتطرف وغادي كان فلندوشين غادي يدير براكاج فلندوشين براكاج اللي غادي يكون فاشيل وبسبابه غادي يدوز الحبس تمه غادي يدوز خمس سنين ديال الحبس كاملة فلندوشين المهم حياته كاملة والبيرتي طير من حاجة لحاجة حتى الواحد النهار طلاقه مع واحد الفرملية وتجوج بها وتمه تكالمه وقال ده با أنا عندي مسؤولية ما نقدرش الريسكي بحياتي ومعي مراتي ودكشي عنج معراسي وغادي يدير عقلي غادي يدير واحد البيزنس ليخليني مواطن عادي متي ديرش المشاكين تمه هو قرر يحل واحد المحل ديالتصوير ولا مصوير واحد حانو ديال المراتو بحال حانوتي بحال انفي غماغي فين تداوي الناس فين تدقلهم ليباري فين تدقلهم الاسعافات الاولية وهكا قرر يستقر ولا مواطن عادي طابعة الحال عارفين بأن لدقة له ليبرا ديال المغامرات وديال صداع الروينا ما عمرو يقدر يقول لي مواطن عادي البيرت باجيارين بعد واحد المدة سيعيق بذيك الحياة ديال الروتين وذيك تتكارفايس هذي كتامرة اللي دوز دياله هو كونه مصوير عاوشانه غادي تشعل في ذيك الرغبة ديال يتبت راسول الناس بأنه مهم وهذه الحاجة اللي تخليه هو اللي يحاول ديرشي حوايج لمنشي قانونيين باش يتبت راسه ويتبت الداس دياله وليزي تكمل عليه هو واحد الكتاب اللي يلقاه بارازار اللي اسمي توس عليقو واللي تعود القيصة ديال الوحد البراكاج اللي غادي يوقع من القوادس ديال الوحد المدينة ومن دوك القوادس سيتحفر واحد النفاق ويدخلوا الكوفر ويسرقوا الفلوس هذي قيصة غادي تعجبوه بزاف ومكرهش يدير شي حاجة بحالها باش كل شي يقول لي عارفوا بأنه دكي على الناس خارين كاملين وبأنه قادر يدير شي حاجة في حياته ما قلت لكم من قائل البيئر كان ساكن في مدينة نيس الناس اللي عارفوا فرنسا عارفوا فتاكنو الجيهة ديال نيس كاين ناس لبس عليهم بزاف نيس كان الكودازيو ناس تما عندهم الفلوس ولي بونك ديالهم تماك عندهم ديكوفر اللي ممكن تكريهم وممكن تحط فيهم اي حاجة غالية عندك واللاثرياء تما تديروا هذ القادية تكريبوا كوفر في البنكة باش يخبيوا فيه اي حاجة تظنوا بأنها مهمة والبيئر سبادياري في كتر من ربع آلاف صندوق تتكرا كوفر صغير قال جميع الأترياء دي لدينا حاطين داك شي دياله مهتمة إذا وصلت للك الكوفر صافي سالينة غالي نولي من أغنى الناس اللي كاينين وذي يقرر داك النهار بأنه غالي سرق صوصية جنرال ديال الميس المشكلة الوحيد هو أنه لم يكن لديه سكيلز باش يدير داك شي كامل لأنه خصو يدوز يقلب في ذلك القوادس خصو يحفار خصو يدير بزاد الحوج وما يقدرش يدير داك شي كامل بوحده خاصو اللي يعاونو خاصو اللي يعاونو اللي فاي يدارش حاجة بحلوك بما أنا هو غير مصوير ما كنت يعرف لا دي براكر لتش حاجة بقات الفكرة عنده في عقله ولكن بصعيب يدير أي حاجة بقات الحياة غادة وفي عقله شنهار غادي براكي هايك البانك قلت ليكم كان مصوير وهو كان يصور بزاف ديال علاسات اللي كانوا يطلعوه في البلدية ديال نيس وتم كان عشر مع الناس اللي يخدمين في البلدية ولو تعرفهم كل شي هو واحد من الناس اللي يخدمين في البلدية يعطاه واحد المعلومة اللي غدي تغير كل شي قال ليه قاع لي زالا رملي كينين في البانكة في الستواتي جنرال رمخ دامينش تحاجة مخدامه ذك شي ما سيكوريز يمواله ومخلينه بحلوكاك منين سبادياري غدي سمع المعلومة غدي يزيد التموتيفة واخم عنده شتيم اللي غدي تعاونه باش يسرق قل اجي ندير السباب باش نعرف بعدها كيفاش ممكن نسرقوا هاد الشي باش يداجات شي تيم لقاء كل شي واجد الخطة واجدة وندخله بسهولة ومدون طبقه في الخطة بالزربة غدي دوز ستيام هو تدور في القوادس ديال نيس من قاعدوس القاعدوس من جعبة لجعبة مهم الخنز اللي كان يتم بسعبه الخنز ديال الدنيا يدخل دك الكوفر المهم غدي داك شي كامل وبالصح لقاء اقرب قاعدوس من البانكا ومن الكوفر اللي المسافة غدي تكون قل من 10 مترو من ذاك القاعدوس حتى الكوفر هاي الخطة كاينة ولكن من المستحيل انفذها بوحده واحد النهار سبادياري قالس في واحد البار في نيس غدي تلاقى بالصدفة مع واحد الجوج الول اسمي تو فخانسوا بالغرين والثاني آلين بوغنا جوج ديال المجرمين اللي غدي يجي بدو الهدرة على هاتش ديال البراكاج هما وفايتين داروا براكاج في مارساي هما من مارساي وتيقلبوا على شي ضربة جديدة وهذا شي غدي يجي في الوقت المناسب لسبادياري وشرح لهم الخطة دياله وهما عجباتهم ووافقه هما غدي تكلفوا بقاعدة شي ديال الوجيستيك والفلوس بطبيعة الحال وسبادياري غدي تكلفوا بالخطة وعتموا الخطة مقادة اللي هتخليهم يديروها الشي كامل بلا ريسك بلا والوال ولكن سبادياري غدي بغي يزيد يتأكد بانا ما كيناش الارم لانا انا وصاحبه قال لي اذا تلقتش الارم راح تلق قرطاصة في راسك ما خاش يكون الغلاط ما خسناش ندخلو الحبس على والواله ثم سبادياري غدي يفكر ويلقى واحد الفكرة اللي تقدر تعاونه هو انا ويش توحد الريفاي هذو كل تيدروا الصداعة تتزع سعوب بزاف وغادي كريكوفر فصوصية جينيغال وغادي حطوه وغادي حقق الارم على الليل باش تدير صداع وتبدأ تضرب باش يعرفوا اش كان الشي الارم سما غادي تطلق واش يجي شي حار يسيقلب واش تدير شي صداع وليلا غادي حطها تمة وغادي خلالها صايمانا ما غادي يطراويلو ما كان الارم لابتشي حاجة والخطة ممكن تبدأ بدأ الحافر في شهر سبعة وهما مقشيين في القوادس، الوضحار، الفيران، الخنز حاشاكم وتمارة، السخونية مكاينة كانوا بهم سبعتاش الواحد يديرون نوال ليل ونهار باش يحفروا وباش يحضيوا كانوا يتبقون الفوق بطال كي واركي حاضين ما تعرف يجيوا البوليس وليس واحد يشكوا وليسمع الصداع من الفوق والاخرين يتبقون التحت يحفروا على ركابهم مدة 12 ساعة في النهار تدوزوا 12 ساعة ديالهم تخرجوا وتيجي لجربة الاخر زائد الماتيريال اللي كانوا كلما رخصهم ويدي بلاصة وما بين جوج وثلاثة كيلو متر من دخلة ديال قادوس حتى البلاصة فين تحفروا وذلك الماتيريال كان وازن خمسين كيلو يعني ذلك شي تقيل خمسين كيلو اللي واحد كانوا يتزوها تمارع ديال بالصح تكارفايس بقوة ما كان ذلك شي صعيب واحد جروب منهم ابوندونا وقلبوا على جروب اخر ليجي يعاونهم في الحفير المهم خصوم يحفروا حتى يوصلوا للكوفر وهذا شي غادي يستغرق لهم واحد المدة طويلة ديال العذاب تقريبا كتر من 6 شهور وهو ما تيحفروا في هاد الاجواء هذي ديال الوصخ وديال هاد الاجواء خائبة بززاف وهو ما صابرين لانا كما قلت لكم في الاخر بغاو يوصلوا لخنز الدنيا ولكن مش هاذا خنز الدنيا اللي فيه دابة ولكن هاداك اللي فوسط الكوفر كاين القضية كانت صعيبة بزاف لانا كان هاداك البيطان الارمية ذاك البيطان اللي فيه الحديد من الداخل وصعيب تهرسوشي مرة تبقوا نهار كامل ومتيزي دوالو واخدك الماتيريال كامل ليجاي بينو اي حاجة اللي تدخيلوها ولكن كانت القضية صعيبة بزاف واحد المرة واحد الحجرة كانت تطلح قضيالهم اخدات ليهم عشر ايام باش يهرسوها ويفرتوها باش يدوزو يعني كانت القضية صعيبة ديالو الصح فوسط التونيل حاولوا يديرو واحد الحوايج لا يخليهم يرتاحوا شي شوية لانهم كانوا يتكرفسو حاولوا يفررشو موكات باش ميتسمعش الصداع وفن فصل وقت باش ميبقوش يتجرحو في ركابيهم لانهم كانوا تديم على ركابيهم ختامين لانك داروا موكات حاولوا يقوي وثقف بالخشب داروا لايراسيون داروا الهوافر فارات داروا بولات الداخل تكشي حاولوا يقدوهم زيان لانهم كانوا يدوزو تقريبا نحيتهم كاملة تحت الارض في هذيك البلاصة بقاو وهاكا حتى ما بقى بينهم وبين الكوفر الا واحد شوية اي لحظة ممكن يدخلوا ليه وهو ما قرروا يتناو حتى الجمعة ستاش جوية ستو سبعين منين الموظفين يخرجوا باش يدخلوا لاصال ديال الكوفر قرروا يدخلوا الجمعة مع العشرات الليل الكوفر ويخرجوا حتى النهار اتنين مع الخمسة ديال الصباح باو يدوزو 8 و 40 ساعة ولا كتر فوس الكوفر باش ياخدوا منه لماكسيموم لاننا رفيه كتر من ربع الاف كوفر صغير لداخل يعني عامر ديال بالصح في الغالي ما يخ ما قدوش يحلوهم كاملين ولكن يحاولو يديو الماكسيموم وبالصح الجمعة مع العشرات الليل مني كان كل شي خرج هرسو اخر حيات اللي بينهم وبين الكوفر ودخلو الكوفر ثم تيضورو جهم تيبليهم كوفر ضاير بيهم كل شي عامر كل شي تتناهم باش ياخدوا هات الفلوس الكاملين هو هاد الملاير اللي قدامهم لانهم بالصح قدامهم الملاير بقاوا بحلقة كمبهوضة ينو حد الخمسة دقايق وبدأوا الخدمة كانوا مصابين واحد الماكينة باش يحلو ديال كوفر واخا ما كانش مزيانة بزاافه والتي ياخدوا يمن وقت كتر من اللي كانوا تيتصوروا ولكن بدأوا تيحلوا واحد بواحد وكل مرة تيخرجو من شي كوفر شي حاجة يلموا الياه كالي يتلقاوا عنده للي تلقاوا عنده غاش يتصور كالي يتلقاوا عنده فلوس كل واحدهم تلقاوا عنده شي كتير بزاف كالي يدهب كان اي حاجة تخيلتوها كانت تمى الداخل كانوا مخبين هالناس وهوما كانوا يجمعوا في الصيكان وكانوا مقررين يجلسوا تمى يدوزوا الوقت يدوزوا الويكان كامل وهوما تيجمعوا ذك الش وبما انهم كانوا عارفة يبقى بتم خاصهم يأكلوا وخاصهم يدروا بزاف دي الحويج جابوا معاهم تخيلوا معايا طباخة الوسط الكوفر كانت عارفها سبات جياري جات خصيصا باش تطيب لهم في ديك المدة اللي هيكونوا هما تسرقوا وكانت يديروا النوبة كل واحد تخدموا الاخر تياكل ولا الاخر تيرتاح وهي غادة وصلت بسبات جياري الوقاحة انه نهار سبت وهما صحابه خدامين قال لهم انا راجع خرج من الكوفر خرج الزنقاء مشاء ضارو دوش مش هوا ومراتوا للريستورون كلاوسا وكل شي راجع عطل الدار وعاوك تاني يرجع من التونيل وعاوك تاني يدخل الكوفر وكمل معاهم السرقة شي حاجة ما تدخلش للبال منيجا تود برودة ديال الدم منيجا هاد شي الله اعلم ولكن هاد شي اللي دار يمكن تانسبيرا من ذاك كتاب يمكن بغي دير شي حاجة كتر من ذاك الكتاب اللي يقرأ ولكن هاد شي بالصح بقى في شكل بالنسبة لبراكاج اول واحد بدا براكاج مشاكلها مشت سارة وعودة رجع يكمله في شكل وهم كانوا خدامي في ذاك الكوفر وقعت واحد حاجة لها تخلعهم ولي هيقولوا صافي حصلنا سمعوا واحد الصوت مجهد في الكوفر واحد بحال ضرب كلهم سكتو قيلوا معا شنو هاد شي يكمال البوليس جاوية كما حصلنا سكات تلوا واحد اللحظة واحد تقوبة كينا في السقف ديال الكوفر غادي تحملها واحد صاك ويمشوا يقلبوها هاي القواع عامر فلوس هاد فلوسنا هوا ما سوزي ترجع نغال شنو كان دائرة كان دائرة واحد تقوبة في الحياة الشركات اللي يخدامين في نيس ولي تيجمع الرساطة ولكن البنكة تكون سادة في الليل يعني مور العشرة ديال الليل كل شي ساد والشركات باغين للرساطة ديالهم يخبيهم ما يديهم شمعهم دون قديروا المحت الحاجات يلوحوا منها ساك ديال الفلوس ولا كل شركة تتلوح الفلوس دياله وكان هاداك الساك هو اللي يضرب اللي تحت وهكا ولو الفلوس سير طالي هون من السماق تماش تددك فلوس فرحان ينتيشير وهم كل شي فرحان كل شي ناشط فلوس زايدة ولا تدخل مجموعة مقادة غايتها الزود ديال معاك هادو من طرائف اللي يوقعو وسط هاداك الكوفر بالحواج الاخران اللي يوقعو فشكل فوست الكوفر هو انهم فواحد من المجورة غاديلقاو معالق ديال النقرة غاديلقاو الطباصة ديال النقرة غاديلقاو ديال النقرة وتولي ديال المرأة اللي تطيف اليوم تتحطلهم الماكلة فيهم وتياكلوا بذك الشي اللي فريمون ديال يعني ديال اللوكس وهوما فوست كوفر كانوا مكار في صين نونك حاجة فشكل اللي كانت وقعت في ذاك الكوفر كان حاجة اخرى تقولوا عليا هي انهم بقاوص الكوفر 48 ساعة يعني واحد لوقيتها حاشة لكموا يحتاجوا يقضيو حاجتهم غاديلقاو هادو بزر ديال الافكار يقرروا يديروا ايها بكاكتم ايقولوا الفكرة غابية لان البنو بحالة تحددوا البوليس شنو هنديرو هادو هادوك الشي اللي كانوا كلاو فيه ديال النقرة في الاخير غاديلقاو هادو يستعملوه هوا باش يديرو داك شي ويستو عليه خبيه ويستعملو هادو باش محتاجوش يخرجو هادو حاجة اخرى من ذاك شي اللي يطرع فوسط هادوك الكوفر غاديبقاو في ذا الويكاندي يجمعو 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 يوصلو لخمسة وستين ساك حلو تقريبان تلتمية وخمسة واربعين كوفر من ذاك الربعالاف اللي كينين تم ولكن هادو توقع واحد حاجة لا تغير لهم الخطة وهي انهم في الليلة ديال الاثنين باش يدوزوا الاثنين شتى غادي تبدأ مشاهدة ولم غادي بدا يطلع فالقوادس وغادي يقرروا يحبسوا العملية غادي يخافوا القوادس يعمروا وما يلقوا منين يخرجوا يعني هزودوا كالسايكان ديال خمسة وستين ساك وغادي يهربوا وغادي يمشيوا في حالهم وهما بينسير كانوا السوداء والكوفر من الداخل غادي يمشيوا غادي يهربوا ومنين غادي يهربوا وغادي يخرجوا هيتلاقوا في واحد بلاصة باش يقسمو داك الشي اللي كاين سبارجياري غادي يعطوها ساك ديال الفلوس وغادي يقولوا ليه دابا هنعطوه شوية شوية لكل واحد مش ما تبانش عليه وشي الاخر نخبيه ومن بعد غادي يقسموه معاك مكانش هو مجري مع دولة جريبة لأولو وهدي هتكون اكبر تقولي بغادي تقولب سبارجياري وما غادي ياخدوا الفلوس سبارجياري غادي ياخد ساك واحد وهدي يهزو المطاق بطبيعة الحال في فلوس بزاف لان الطوطة اللي سرقوه هو عشرين مليون ديال الاورو ولكن في نفس الوقت قليل بزاف بغادي ياخدوا ذاك الاخرين دونك سبارجياري تقولب وخدر واحدة من اكبر العمليات اللي يطلت في التاريخ ليا الفرنسا بطبيعة الحال قبل ما يخرجوا من الكوفر غادي يحاولوا يخبيوا جميع الدلائيل ديالك ساعة ما كانش لديل ما كانش يتهز يعني ما كانش قد يدروا لديل 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 ولكن كانوا البصامات مسحوا الكوفر كامل من البصامات بطبيعة الحال كانوا عندهم الليقات مش خدامين وهزو اكستنكتور رشو الحيوطة كاملين اللي كانوا لداخل شو كل شي باش يخربوا جميع الادلة وفي الخر خلاوا واحد ورقة مكتوبة فيها يعني بلا سلاح بلا حق وبلا عنف وخلاوها لاصبعت ما معرفوش علش كتبوها البوليس سما البوليس شافوا وقالوا علش كتبو لنا هادشي عدالوا خوطنا براكاج دونك براكاج كما قاعد لبركاج الاخرين ولكن خلاوها وبقات تاريخية لانا هادك التطوير هادك الكتابة اللي تكتبات من بعد دخلوا الصحافة وصوروها وهي اللي الدارت في جميع الجرائد للناس غلي يكتشفوهم اثنين صباح اثنين صب فين ويدخلوا البنكة غادي يكتشفوا بان الكوفر ما بغاش يتحل علاش نفهموش عيطوا البوليس البوليس سد سوية عومة تيحاولوا يدخلوا ذاك الكوفر هرسوا واحد لحيط وداروا في واحد تقبة صغيرة اللي واحد الكوميسير يرقع حي يدحو ويجو باش يقد يدخل منها تم فين غادي يكتشف البركاج اللي يوقع ويكتشف غادي كل شي مشتت كل شي مروون كل شي مصروق كل شي مسروق طبيعة الحال مشي كل شي ولكن قاع الكوفر اللي تحلو تسرقو وفي ذيك اللحظة اللي صحافر غادي تدير بوم فرنسا كل شي غادي ساق خبار في الأخبار في الجورناينات وكل شي ولكن صحافة غادي تاخد القسم من واحد زاوية واحد لانجل مختلف فغادي تبدأ تقول بانهم داروا دكشي بلا سلاح ما تعدوش على الناس سرقو غير الناس اللي لباس عليهم اللي ما تديروا والو في هذه الحياة والناس ولو يتعاطفوا مع سبات جياري مع الاخرين وخامة يعرفوهم شخصيا ممكن تتعاطفوا معهم تيقولوا مزيان هادو عندهم فلوس سرقو للناس اللي عندهم فلوس والقادية غادي تمش معهم البوليس ولو فوح البوزيسيون خيبة شوها ما زال ما تقاوش شكل يدير دكشي يعني تولي عليهم البريسيون والقيسة غادي تتعرف ماشي غير فرنسا الصراحة ولكن في العالم كامل سبات جياري في هذا الوقت هرب الميريكان غادي يعيش حياة زوينة في ميريكان اكد الحياة ديالو كل شي غادي مزيان وكين سبات جياري قدرها تشيف لولا لوحة القضية هي الاعتراف وهذا القضية يلا تتخرج عليه دار براكاج ناجح ما خللت تشي اتارو ولكن ما كينش هادك الناس يقولوا برافو هادي ما كيناش وبغاها تكون شنو دار مشا عند السي اي اي قل ليهم انا اللي دارة البركاج اللي طرف فرنسا اذا بغيتون اعاونكم اعطيكم اني تستعملوا السكيلز ديالي باش تحلو القضايا وذلك شي انا ديسبوني يبل المعظم ش سميته الحقيقية قلوا باسميتي بيرت واسمته البر يعني غرر جزء من السمية ديالو السي اي 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 بل ليهم في شي شكل بيانسير ما يخدموش ولكن وخاكك علموا انتر بول وفرنسا ساقت خبار ولكن فرنسا قلت هذا غ وحدي تفلة وما ادتها فيه ماتن شي حاجه وما ديرت ساعهم كالا القضية غدي تبقى حقا حتى الواحد النهار في فرنسا غدي يشدو واحد من المتهمين وغدي يجبدو واحدين اخرين وهتبقى كل مرة تجبدو كل مرة تجبدو كل مرة تجبدو حتى البوليس اللي كانوا تيقولوا ميمكنش يكون هو لانهما عنده لصوابق لا والو ما شي موجريم عندوك صوابق عادية جدا من غير ذاك البركاج اللي كان دانه في هانوي في الفيتنام ولكن وخاكك تيقولوا ما شي هو ولكن بما ان تعاود ديك سمية ديالو ب انا انا اور بقولة لتحززشو ومتقي جدا لانهما عندهم يستطيعوا سمية ديالو مع رجع من الجابون اي اراجع مع علمدة اللي كان صاحبه ثم يلقيوا في هذه القبض. وقد تشدوا في المطار ديالنسا وبقدوموا بثمان بصغيرها لانهما يجدو تضيفه لنكرة ثم ينكر لكن من بعد 14 او 5 سواياه سيقولون اي اه انا انا هو العقل المدبر ديال براكاج ديالنسا كالي سوشياتي جينيغال ثم يحتاجوا السيجن الحتياطي وبدو انهما كارهما كارهان سوف يحاولوا يشدوا اي واحد عنده صيلة بالقادية ونحن لا يجدونه سوف يكون في الواجهة وهو اللي سوف يقول لي بحل الباطل عند شئ ناس لانه هو اللي دار البركاج دي القرن غير هو سوف يحاول بجميع الطرق باش يهرب من الحبس وواحد نهار هو قلت في الحبس يقول ليهم عندي واحد حاجة مهمة بغيت نقول للقادي تقريبا بحل وكيل المالكة عندهم ديوني عنده بغيت نقول عليه خدوا لي رانديفو معاه بالصح دلوا ليتونسفير من الحبس مشوا البيرو ديال القادي تخيل عند القادي قال لي انا رسمت لك البلان ديال دك شي كيف اجدرته كل شي قال لي هاك خود البلان شوفه المهم جون دار متما واقفين تشوفه القادي ما فهمش دك شي مزيان ويقول ليه ثبرا ما شرح ليك بداتي يحاول يبين الراسه بحلها يشرح ليه وفي لحظة مش هتيجري لتشترجم دوزيامي طاج وطل بغي ينقذ شاف لتحت ونقذ بالصح طح فوق واحد طنوبي اللي عاوناته لانه ما طاحت في الارض وتهرس تم مرقصة حبوب الموتور غادي كب مورا في الموتور وغادي هرب وهاك اسباط جياري غادي هرب من البوليس وغادي يزيد يأكد على الاسطورة ديالو ودك شي اللي كان باغي من قبل ديال الاعتراف غادي لقاه لانه غادي يكون في جميع التلفازات في الاخبار في الجورنان ودك شي اللي كانت يتمنى وهو اللي غادي يلقاه وذيك الشهرة هي اللي غادي يلقاه واللي مخليان ادابة نهضروا عليه وهيجبوه لحال بزاف لانه وصل الهدف ديالو وخاك انتصيد في الفلوس اللي الدوهم اللي كانوا معاه ولكن وصل الهدف ديالو غادي بقاها كهربان غادي يسكن في واحد بلاد في الامريك لاتينا هيدي العملية الجميل واشي يبدل شوية من الملامح ديالو غادي عايش واحد الحياة اللي يدير رفاهية لانه كانوا خاكك الدكتر من مليون دولار اللي يجات وفدك الصاك ولكن الفلوس غادي بداوا يساليوه ومنها يبداوا يساليو الفلوس غادي بدا يخربك غادي بدا يدير استجوابات مع التلفازها الفرنسية بالفلوس غادي يقول لي ام هو فين كاين وكل مرة غادي يدير استجواب وتما البوليسي يزيدوا ويتعصبوا لانه بحالة يبروفوكيهم وهو تدير ذاك شي غير باش يعيش باش تسيرفايفي حيش كل مرة يتخلص هذه الطريقة الوحيدة يلقاها باش يربح الفلوس غادي يبقى بحالة هكا الدراجات هيكتب كتاب اللول ديالو غادي يبيعو فرنسا هادي كتاب التاني ديالو ويحطوه يتباع فرنسا باش يدخل منه الفلوس وبالصح يدخل منه الفلوس باش يكمل الهوروب ديالو اللي تقول الله كافال ديالو في امريكا اللاتينية ومعمرو غادي يحصل ولكن هيحكموا عليه غيابيا بالمؤباد فرنسا يعني اي مرة يتشد راه عنده محكوم بالمؤباد غير هو في هذه الحياة كان عدالة الهية وفي الاخر غادي يمرض غادي يجيه كونسير على 56 عام وهي قاسي بزافة يعاني وما هلقاش كيفاش يدوام وما تكون عنده القضية صعيبة بزافة عيش طيارة غادي يمشي لأوروبا وغادي يكون بشي بلاصة في أوروبا اغلبية الناس يقولوا الطاليان ومراته كانت مازالة معاه وفي 1989 غادي يكتب الرسالة للوذع ديالو وغادي يكتب لهم واخيرا غادي ينولي حر ولكن ما زال واحد حاجة من بعد ما مات سبا جياري غادي يدير اخر هروب ديالو وخا ميت وهو مراته اللي غادي يجيبوه من طاليان الفرنسا من الحدود ديالهم ديك ساكنوا الحدود وغادي تكون مقلسة وباين بانه حي باش توصلوا لامو باش شوفوا اخر مرة غادي توصلوا للباب دارد امو غادي تحطو تمام امو غادي تشوفوا غادي تبوسوا خرجوا تمام امو غادي تعلم البوليس وغادي يديروا ليه غنازة وغادي يدفنوه تمام فرنسا وكان هذا اخر غروب بير الالبير سبا جياري وهوكا القيصة ديالنا كانت اول قيصة فيها غروب وبركاج وبجوجهم